بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب الذكاة والصيد الذكاة إنهار الدم من بهيمة تحل في العنق إن كانت مقدورا عليها إما بالذبح أو النحر والعقر في أي محل من بدنها إن كانت غير مقدور عليها الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد ويشترط في الذكاة أولا أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا عاقلا مميزا ثانيا وأن يكون بمحدد ثالثا وأن ينهر الدم رابعا وأن يقطع الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام خامسا وأن يذكر اسم الله عليه وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقله في أي موضع من بدنه أقسام الصيد أولا جائز وهو أن يصطاد للحاجة إليه والأكل ثانيا محرم وهو أن يصطاد على سبيل اللهو والعبث ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه وعن رافع بن خديج مرفوع قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لا يأكل ويسمي صاحبه عليه إذا أرسله وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح وإن أدركته وقد قتله ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم ذكات الجنين ذكات أمه رواه أحمد فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر